يو تي هاي دوين what am I to you you may number one customer بعيش الفنان احمد الفشاوي مؤخرا حالة من المشاعر الجميلة اللي بتجمعه بابنه تيتوس فمؤخرا كل منشوراته على صفحته مع ابنه حتى انه بيكون معاه اوقات في التصوير ودائما ما يعلق الفشاوي لا شيء يضاهي العائلة في موقع التصوير تيتوس هو ابن الفنان أحمد الفشاوي من زوجته الألمانية واللي اعترف به بعد مرور 8 سنين من ولدته ونشر أحمد الفشاوي فيديو عبر حسابه من كواليس فيلمه الجديد وظهر في الفيديو ابنه وهو بيساعد على إخفاء الوشم من جسد والده وعلى الفشاوي على الفيديو يحب أيضا صنع الأفلام مثل الجد مثل الأب مثل الإبن وفي وقت سابق كانت سيدة ألمانية بتدعى دينيس هولمان قد رفع الدعوة قضائية ضد الفنان أحمد الفشاوي تطالب من خلالها بإثبات نسب طفلها لي ولكن وقتها أحمد الفشاوي رفض وكان المحامي المصري شعبان سعيد كشف في عام 2020 تفاصيل قضية اللي أقامها ضد الفشاوي بن يابة عن السيدة الألمانية واللي طلبت منه تولي القضية بعد ما سبق ليه الدفاع عن طليقة الفنان الشاب هند الحناوي وبنتها لينا وأوضح المحامي وقتها إن الطفل اللي كان بيبلغ من العمر 8 سنين تواصل مع أخته لينا منذ فترة بعد ما ظلت تبحث والدته الألمانية عنها حتى تتعرف على أخيها يذكر أن لينا الفشاوي تم إثبات نسبها للفنان أحمد الفشاوي بعد صراع في القضاء شغل وقتها الرأي العام المصري والكلام دا كان في 2005 حمسة